الكالر دوبلر الحقيقة ده يعتبر تكنولوجي ادفانس اكتر شوية بدل ما بطلع سبكترم لكل السرعات اللي موجودة عندي في منطقة معينة لا انا بقول ان انا هاخد صورة لمكان معين والصورة دي الطبيب فيها بيحدد مربع او متوازي يعني واتفر بقى شكله عايز متوازي اضلاع ولا واتفر وداخل المنطقة دي بيحسب او بيطلع صورة كل نقطة فيها بتعبر عن الابرج فيلاسطي بتاوي كان او المين فيلاسطي بتاوي كان يعني هنا مثلا نقطة دي هو يعني راسم النقطة دي بقيمة المين فيلاسطي بتاعتها بتاوي كان فبيظهر لي شكل بالمنظر ده كده بيعبر لي عن الفلو اللي موجود عندي هنا شكله عني ازاي طبعا هنا احنا عندنا تفاعلنا بيبقى فيه عندنا في الدوبلر فيه عندنا حاجات اوب شفتت وحاجات داون شفتت حسب الاتجاه بتاع الموشن هل الترانسيديوسر والأوبجيكت اللي بيعمل بيقربه من بعض او لا بيبعده عن بعض ففيه الكودينج هنا في الصورة بتاعت الكالور دوبلر انه هو بيعمل في الدرجات احمر للفلو اللي هو بلاد فلو اللي ماشي ناحية الترانسيديوسر ودرجات بلو درجات ازرق للفلو اللي هو ماشي اوائي فرون دات ترانسيديوسر يعني هنا الفلو ده ماشي في انتجاه الترانسيديوسر ماشي لفوق هنا كده الفلو اللي هنا ده ماشي لتحتي كده اوكي طبعا هنا شكل الفصل الحقيقة يعني واضح كل السرعات كلها شبيهة ببعض وماشية كلها بشكل متسق يعني شكلها ما هياش فيها اختلافات كتير لو في عندنا حالة فيها ستينوزيس مثلا فيها ضيق في جزء من الوعاء الدموي بلاقي ان في هنا بيحصل تربلنس تربلنس بلاقي ان احنا مفوق بدل ما يبقى فيه عندنا الغابات ماشي كله كده نفس اللون بييظهر الوان ثانية اخرى موجودة معناها ان حصل تربلنس تربلنس معناها ان بقى في عندي زي دوامات كده موجودة وذي بتحصلني نتيجة لأى يعني موجودة أن تتأكل فكرا فيها كده ان احنا لو في عندنا شارع وفي مرور وفي عندنا جزء من الشارع ده يعني يعني جزء صغير مثلا من الشارع ده تم اغلاقه مثلا يعني كان شارع ماشي اربع حارات مثلا بقى مكان معين بقى حارتين مثلا هنلاقي عند الجزء ده فيه سائرات ماشية بدلا ما كلها تبقى ماشية ستريت لاين فيه سائرات بتضطر عشان يعني المكان المغلق ده تتجنبه بتمشي باتجاه مثلا انجل مختلفة عشان تعديه وبعدها ترجع ثاني تكمل بنفس الطريقة اللي كان ماشي بيها فنلاقي ان احنا هنا نفس الكلام بالظبط لما يكون عندنا يعني ستينوزيس اللي هي في عندنا جزء فيه ريستريكشن او في عندنا حاجة بنسميها انيوريزم اللي هي بيبقى فيه جزء من البلد فسل حصل فيه التمدد وده الحقيقى ممكن يبقى برضو فيه خطورة ده برضو في الحالتين انه يبقى فيه عندنا شكل مميز جدا ننزل نشوف الكلر دوبرا فهو الحقيقة الكلر دوبرا هي معبر جدا ويقدر بيساعدنا ان احنا نشوف المنطقة كلها وبعد كده المنطقة اللي احنا شكين فيها مثلا زي المنطقة دي مثلا نقدر بعد كده بتفاصيل اكتر بالباست ويب دوبرا فالحقيقى هو عملي جدا والحقيقى من التكنولوجيز المفيدة جدا في الدوبرا تكنولوجيز في نوع اخر شبيه بالكلر دوبرا بس يعني مختلف شوية في الكونسيط بتاعه اللي هو بيسموه الباور دوبرا الباور دوبرا بيعمل استيميشن للباور بتاع الالشفتت كنبوننت بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا في الكلر دوبرا دوبرا ببص على المين في لاس دي بس؟ ماشو ببص على ايه حاجة تانية انا هنا بقى لا بقول انا دلوقتي كمية السيجنال اللي جايالي من شفتت كونفوننت يعني بقى بعد دلوقتي فيكوانسي معينة بجمع الانرجي بتاع كل المكونات اللي حصلها شفت وبحطها كرقم كده انرجي عبر عنها بدرجات لون اورنج كده درجات الاورنج دي عبر عنها هنا كده بالدرجات بتاعت الالوان بتاعت الاورنج كل ما كانت اعلى كل ما كان هنا الانرجي بتاعت شفتت كمبوننت كانت اعلى الحقيقة الناس لقيت ان الباور دوبرا بالشكل ده كده بيعبر عن حاجة مهمة جدا 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 في الهيومان تيشيوز اللي هي البرفيوجن البرفيوجن هو يعني تغذية الدم اللي جاية للأورنج فالحقيقة دي مفيدة جدا في أبليكيشن مثلا زي الكيدني ترانس بلانتيشن مثلا زرع الكلا مثلا او زرع الاعضاء اموما إحنا بالنسبة للكلام بيبقى شكلها عامل كده شكل البلادسل او شكل البرفيوجن بتاعها بيبقى يعني شكله منتظم كده ويبقى يعني كل الأماكن بيبقى فيها البلاد فلو لما بنبصy مثلا لاقي في حاجة فيها مشكلة يعني في هنا انفارقت يعني معناها في عندنا جزء كده مش بصيله دم فبنلاقي ان هو داخل الكلاه نلاقي ان في عندنا جزء كدة لونه اسود ما فيهوش اي فاور دابلر خالص مفيش اي فاور دوب لارا سيجنال لص فبنستانتج منه ان الجزء ده يبتدى يبقى فيه مشاكل. فالحقيقة من الحاجات المهمة جدا اللي بتتعرف لنا يعني او بتقدر تسمح لنا ان احنا نتابع البرفيوجن في اورجان معين هي الـ